شيخنا يعني اليوم هو أول يوم من أيام هذه العشر المباركات قد يتسأل بعض يعني ما الأفضل لمن يصلي التراويح مع أهله في منزله هل يصليها مثلا في العشر هذه أول الليل و يوتر أو يقسمها آخر الليل هو الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا فهذه أيام العشر قد أقبلت و هي تاج هذه الليالي كلها و ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بها في غير ما أشاء الأيام الأخر لما علم أن ليلة القدر إنما تكون في العشر الأواخر من رمضان فاعتكف العشر الأوسط ثم أمر ببنائه فقوض ثم أري ليلة القدر أنها في العشر الأواخر فخرج على الناس فقال أيها الناس إني أريت ليلة القدر و إنها في العشر الأواخر فمن كان منكم معتكف فليعتكف في العشر الأواخر فأعاد بنائه و رجع الناس و اعتكفوا العشر الأخرى من رمضان و كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى ليلة و أيقظ أهله و جد و شد المئزر و هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هذه الليالي مزيد عناية و مزيد إقبال و مزيد جد و مزيد اهتمام حتى قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أجود الناس و كان أجود ما يكون في رمضان فإذا كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان في غير الأشهر الأخر و تقول عائشة أنه في العشر الأواخر أكثر ما يكون في العشر الأول و الأوسط دل ذلك على أنه ينبغي المؤمن الذي يريد مناجاته يوم القيامة أن يري ربه في هذه الليالي المباركات خيرا فهو نور تلألأ من الله سبحانه و تعالى في هذه الليالي فينبغي للإنسان أن يعتني بهذه الليالي و أن يري ربه من هذه الليالي من الحيث الإقبال على الله سبحانه و تعالى و قراءة القرآن و التهجد و الدعاء و التضرع و الانكسار بين يدي الله سبحانه و تعالى و هذا من أعظم من أعظم النعم لأن العبد قد يوفق لإدراك الليالي لكنه لا يوفق لأن يري ربه من نفسه خيرا فنسأل الله سبحانه و تعالى كما أنعم علينا إدراك هذه الليالي المباركات أن ينعم علينا و إنعامه علينا تترى أن ينعم علينا في أن نري ربنا من أنفسينا ما يرضاه عننا و قد كان صلى الله عليه و سلم يقول لمعاذ يا معاذ والله إني لا أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك فينبغي للإنسان أن يجتهد في هذه الليالي إذا ثبت هذا فإنه ينبغي للإنسان أن يجتهد في هذه الليالي و ليس تم تشيء اسمه صلاة الترويح و صلاة التهجد بل كلها صلاة ليل كلها صلاة ليل و إذا كان الناس جماعة أو أب مع أولاده و أحب أن يرفق بهم و كذلك يجتهدون فيقسم صلاة الليل على أقسام فيقع صلي تسليمتين في أول الليل و تسليمتين أو أربع تسليمات في آخرها أو يصلي صلاة الترويح كما هي الذي يصليها في العادة و في آخر الليل يصلي و يجتهد أو يجعل صلاة ليل طويلة كما كان السائب نزيد يقول كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام و ما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر فهذا كل بحسبه و لكن كما قال صلى الله عليه وسلم قال و إذا صلى أحدكم لوحده فليطل ما شاء فإذا كان الناس وحده يصلي أو أحب أن يصلي بأولاده صلاة الترويح ثم يصلي ما شاء الله أن يصلي فلا حرج في ذلك و إن قال قائل هل أليس من السنة أن يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة كما جاء في حديث ابن عباس في الثاني و عائشة في الأول فالجواب أن السنة أن يصلي الإنسان عددا و صفة على صفة النبي صلى الله عليه وسلم و عددها و قد قالت عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي ثلاث و من غير الفقه أن نعتني بالعدد و نترك الصفة و الهيئة الإطالة بل هي مشتركتان و لهذا جاء في الصحيحين أن جابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة قال أفضل الصلاة طول القنوط يعني طول العبادة فلربما رأينا رجلا أطال أكثر من الركوع و السجود و أطال القراءة و أكثر من إحدى عشرة ركعة و شخص صلى إحدى عشرة ركعة بنصف ساعة تقريبا قلنا هذا أفضل من وجه و هذا أفضل من وجه لكن من حيث الأمر الكل فهذا أفضل لأنه أطال العبادة فأكثر من الركوع و أكثر من السجود و أكثر من القيام و لهذا قال صلى الله عليه و سلم فأعني على نفسك بكذرة السجود و قال فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة و حط عنك بها خطيئة إذا ثبت هذا فإن ما يفعله الناس في عصور متأخرة من أن يجعلون صلاة الترويح شيء و صلاة التهجد شيء هذا لا حرج فيه لكن لم يكن ذلك في الأهد الصحابة رضي الله عنه و إنما يجعلون ذلك صلاة كاملة صلاة ترويح و يطيلونها في العشر الأواخر من رمضان فينبغي للإنسان في مثل هذا أن ينظر ما هو أصلح لنفسه فإن أراد السنة فالسنة ألا يزيد على إحدى عشر ركعة بصفتها بأن يطيل القيام و يطيل الركوع و قد يشق ذلك على الأهل و على الجماعة الذين في البيت فعلى هذا يرفق بهم فيصلي صلاة الترويح كما يصليها في العادة و لا يوتر و ثم إذا كان من آخر الليل صلى ساعة أو ساعة لا أربع ساعتين ما كتب الله لو أن يصلي ثم يوتر فإن أحب أن يجعل تسليمتين طويلتين بعد صلاة العشاء و بعد السنة ثم يصلي ثلاث تسليمات في الليل فلا حرج إن شاء الله كل ذلك لا حرج و مما يدل على أن الصلاة في الليل الأصل فيها الجواز ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة و لم يبين صلى الله عليه وسلم العدد و إنما بيّنه بفعله و إذا تعارض فعله و قوله فالمقدم القول فدل ذلك على أن الأصل الجواز و الفعل على الاستحباب و مما يدل على ذلك في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من الليل فليصلي ركعتين ركعتين و لعله في هذا جوابا على من قال لو أصلي أربع تسليمات في تشهد واحد قلنا هذا خلاف السنة و السنة أن تصلى صلاة الليل ركعتين ركعتين و قد جاء عن أبي عمر بن عبد البر و كذلك الحافظ العراقي أنهم نقلوا الإجماع على أن صلاة الليل يجوز فيها أكثر من إحدى عشرة ركعة و هذا يدل على الجواز و كلما كان العبد في عبادته أتقى و في صلاته أخشى كلما كان ذلك أفضل لأن العبادة المتعلقة بزمانها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها و الله أعلم أزاكم الله خير يا شيخ لأن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بزمانها و مكانها أزاكم الله خير